تسأل تقول هل لبس الدبلة حرام؟ يا أم حياة من اليمن بارك الله فيك بالنسبة للمرأة يجوز لها لبس الذهب على خلاف الرجل النبي عليه الصلاة والسلام حرم على الرجال لبس الذهب والحرير أما النساء فنعم والله تعالى يقول أَوَمَن يُنَشَّأُ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني المرأة تحتاج إلى الذهب ولذلك يجوز لها أن تلبس الخاتم والدبلة والسوارة والقلادة والقرد في الأذن يجوز لها المرأة الحمد لله يعني جائز لها إلا إذا قلتي لي الدبلة في الخطوبة مثلا ما نعرف هذا الشيء ما نعرف هذا الشيء يعني بالنسبة للدبلة لا خاتم يجيب لك خاتم يجيب لك حتى لو كان دبلة على أن لا يعتقد بأنها والله يعني هو يعني شيء شرعي جاءت به النصوص لا هذا من جملة الهدائي بارك الله فيك